السلام عليكم ونحن الله وبركاته اهلا بكم في لاميز الصف الخامس الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة العربية النهاردة موضوعنا في المحول الاول اكتشف ذاتي الموضوع الثاني تساءلت وبادر موضوعنا قواعد نحوية رفع المبتدأ والخبر والفعل طبعا منتكلم عن الرفع بيقول لي هنا الكلمات او الموقع الاعرابي للكلمات المرفوعة في اللي احنا درسناه برفع عليكم يا اما مبتدأ يا اما خبر يا اما ايه فعل النهاردة نتكلم او في الاول هنبتجي بالمبتدأ والخبر طبعا حارفيني اركان الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر جميل تعالي نشوف كده نطبع على الجملة الموجودة اماني الطالب ومكتهد بجملة جملة اسمية لانها بدأت باسل الطالب تعرب طالب تعرب مبتدأ جميل والخبر مكتهد طب احنا عرفنا طبعا ان الطالب جي مفرد ولا مسنى ولا جامل طالب مفرد طبعا زي ما احنا شايفين علامة الضبط هي الضمة الضمة لانها مرفوعة بالايه بالضمة جميل يبقى انا عندي الطالب مكتهد جملة اسمية طالب مبتدأ مرفوع بالضمة مكتهد خبر مرفوعة بالضمة وطبعا لانهما آآ مفرد. كزلك اولاد الازهار متفتحة جملة اسمية تكونات من المبتدأ الازهار والخبر متفتحة. جميلة. القطة وجميلة ايضا جملة. جملة اسمية. بدأت? بدأت بالاسم اللي هو القطة اللي هتعرب. مبتدأ مرفوع علامة رفاهي الضمة. والخبر كلمة ايه? جميلة. مرفوع علامة رفاهي الضمة. نستنتج ان الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. وطبعا زي ما اتفقنا ان المبتدأ والخبر دائما ايه? مرفوع. علامات الرافع ولاد مرفوع بتضمع في سلاسة حالات. المفرد واخو المفرد جمعة التكسير والجمعة المؤنس. عندنا علامة الرافع تانية اللي هي الايه? الوا وجيه اه جمع المذكر السالم. والعلامة الاخيرة في الرافع اللي هي الالف. ازا كان مسان. ازا كان مسان. تعالوا نشوف بقى امثلة على كل الحالات دي. المفرد وجمعة التكسير والمؤنس وجمع المذكر والمسنة. معي هنا طبعا اول حاجة ولاد زي ما اتفقنا مرفوع بتضمع ازا كان ايه? مفرد او جمع تكسير او جمع انا. طب تعال انت عرف على الجمل ازا كانت مفردة. الكتاب وخير وجليس. فين المبتدأ بتاعنا? الكتاب لان ده الاسم اللي بدأت بيه الجملة. جميل. طبعا علامة الرافع. مرفوع وعلامة رفعيه تضمع. جميل. الخبر كلمة. خير. خير لان هي تمامة المعنى. وطبعا لانها مفردة فهترفع. بيتضمع. انا لو قال لي كده الكلمة كلمة الكتاب موقعها الاعرابي. مبتدأ. وعلامة الاعراب. الضمع. الضمع. وحالة الاعراب. الرافع. والسبب طبعا لانه ايه? لانه مفرد. مثال تاني اولد على المفرد عشان نفهم مع بعض. الطالب مجتهدن. الطالب مبتدأ ومجتهدن. خبر. مبتدأ وكلاهما مرفوع وعلامة رفعيه الايه? الضم. كده انتهينا من حالة المفرد. وطهالا ناخد مع بعض حالة تانية. طبعا نحط الدم على اخر اه الحرف الاخير من الكلمة. حناخد حالة دلوقتي اولاد لحالة جمع التكسير. المثال بيقول العلماء اذكياءن. حنشتغل بقى الجملة دي دي جملة اسمية والجملة فعلية. طبعا جملة اسمية لانها بدأت باسم. بدأت باسم الاسم اللي في البداية بيسمى مبتدأ. مرفوع علامة رفعيه. رفعيه الضم. وكلمة اسكياء. واسكياء هتبقى خبر لانها تمامة المعنى. وهنا مرفوع بالضم لانها ايضا جمع تكسير. جمع تكسير. هنا اولاد في فكرة في السؤال ده ركز معايا فيه كده. الجنود في المعركة اقوياء. فين بقى المبتدأ وبين الخبر? المبتدأ طبعا كلمة الجنود لانها بدأت بها الجملة. الخبر طبعا هيتمم المعنى. طبعا يسمى هي فيه المعركة. قال لي لا طبعا هنا المعنى ضعيف. المعنى الاقوى. ما اقول الجنود اقوياء. يبقى هنا الخبر كلمة اقوياء. كلمة اقوياء. يعني مش شرط الخبر يجب المبتدأ مباشرة. ممكن يتأخر. صح? اه طبعا. طيب يبقى المبتدأ كلمة الجنود والخبر كلمة اقوياء. وكلهما مرفوع وعلامة رفعيه الضم. طبعا هنا المرضي لانه جمع ايه? جمع تكسير. فاضل حالة في الرافع بالضمة اللي هو مع الجامع المؤنس الايه? السالم. اللي هو بينتهي بالف وتاء زائدة. وعارفين ان الجامع المؤنس بيضل على عاقل او غير عاقل. المثال اللي عندي. العاملات ومجتهدات. وان طبعا جي جملة. جملة اسمية بدأت بالاسم. والاسم اللي بدأت بالجملة ما نقول عليه. بيعرب مبتدأ. جميل يبقى العاملات ومبتدأ. والخبر كلمة. كلمة مجتهدات. واكتفقنا ان الخبر والمبتدأ دائما. مرفوعين. هيبقى مبتدأ. مسال اخر اولاد برضو في فكرة عايزك تركز فيه. الفتيات المطيعات لامهاتهن محبوبات. الطالب المستعجل هيقولي الفتيات مبتدأ والمطيعات خبر ينفع. لا طبعا لان كلمة المطيعات ما تممتش معنى الجمل. الفتيات المطيعات لسه المعنى ناقص. لكن يقول الفتيات ومحبوبات. كده المعنى كامر. تم المعنى تم المعنى يبقى هي الخبر. تمام يبقى. اه. وكلهما مرفوع وعلامة رفعية ضمة لانه جمع مؤنس سال. تعال بنا اخد فكرة للسؤال يا ولاد. الفلاح ونشيط. لكن يطلب ايه? زي ما احنا نشوف من خلال المسيط. تمام. هنطلب منكم بقى تتفعلوا معنا ونسمع اجاباتكم على طول. اللي عارف الاجابة يجاوب. الفلاح موقعها الاعرابي ايه? طبعا مبتدأ. مبتدأ. ويه الحالة? الرافع. والعلامة. الضمى. والسبب. لانه مفرد. كلمة نشيط. طبعا. خبر. والحالة. الرافع. والعلامة. الضمى. والسبب. اه لانه مفرد. ورافو عليكو كل اللي بيجاوب معنا شاطر. عايزك تتفاعل واللي عارف الاجابة يجاوب. احنا دولاتي بنتضرب وعايزين نشوفك انت عارفو ايه ده لأ. الطالبات موقعها الاعرابي. مبتدأ. والحالة بتاعتها. الرافع. والعلامة. الضمى. والسبب. جمع مؤنس سلم. طيب كلمة مجتهدات تعتبر موقعها. موقع خبر. والعلامة الضمى. والحالة الرافع. والسبب جمع مؤنس سلم. المصابيح مضيئة. المصابيح موقعها. مبتدأ. العلامة بتاعتها. الضمى. وحالتها. الرافع. وسبب جمع تكسير. وكذلك كلمة مضيئة بس مضيئة فيها اختلاف بقى. مضيئة خبر. طبعا المضيئة هنا اخبرت عن النجام على تكسير غير عاقل. فطبعا بنخبر عنه كأنه مفرد مؤنس. فما نفعش اقول المصابيح مضيئة. المصابيح مضيئة يبقى هنا موقعها خبر. والحالة الرافع. والعلامة الضمى. والسبب طبعا هنا هنا بقى مفرد. مفرد. السؤال المتفوقين. السؤال بيقول اعرب ما تحتوي خط مع الضبط. الاشجار مسمرة. هنتظر اجاباتكم. وآآ في التعليقات اسفل الفيديو. وصلنا للعلامة التانية. احنا خلصنا خلاص الضمى. وصلنا لعلامة الرافع بالالف. الرافع بالالف مع ايه? آآ قلنا مع المصنى. والمصنى ولاد هو اللي بينتهي بالالف ونون. زائدة على المفرد. وناخد امثلا نطبق على الكلام ده. الطبيبان المخلصين محبوبين. معي جملة? جملة اسمية بدأت بالاسم الطبيبان. جميل طبيبان مبتدأ. مبتدأ. خبر كلمة. ما ينفعش ناخد بقى المخلصين ناخد محبوبين. آآ لانها تمامت المعنى يبقى هنا الخبر كلمة محبوبين. محبوبين. وطبعا يا ولاد مبتدأ والخبر كلاهما مرفوع دائما. هنا بقى المرة دي لعلامة الرفع ايه? الالف لانه طبعا مسنى. لانه مسنى. ناخد مثال كمان على المسنى الطالباني متفوقاني. طبعا ملاحظين النون المسنى ما لها? مكسورة. دائما مكسورة. آآ عشان نميزها عن نون جامع المذكر السلم. الطالبان ابتدت بها الكلام بهاي المبتدأ. المبتدأ مرفوع علامة رفعه الالف لانه مسنى. وكلمة متفوقان هي اللي اعطتني الخبر ازان هي ايه? آآ برضو خبر مرفوع علامة رفعه الالف لانه مسنى. لانه مسنى. تعال ناخد تدريب حنتظر ردوكم وتفاعلكم معنا. العارف في جاوب. الرجلين موقعها. طبعا كلمة الرجلين يا ولاد مبتدأ. الموقع مبتدأ. الحالة. الرفع. والعلامة الالف والسبب مسنى. مسنى. الصالح صالحان هي ايه? آآ طبعا الخبر. والحالة. الحالة الرفع. والعلامة. الالف. والسبب. مسنى. مسنى. هنا عندي فكرة جديدة ولاد هما بارعين. كلمة هما تعتبر اسم ولا فعل ولا حرف. طبعا احنا اتفقنا ان جميع الدمائر اسمية. سواء دمائر مخاطب او متكلم او مخاطب. فحعتبرها اسم ازا دي جملة اسمية. اسمية. ازا الجملة اسمية بتبدأ مبتدأ. يبقى هما هتحل محلل ايه المبتدأ. يبقى الخبر عندي كلمة بارعين. وطبعا حالته ايه? الرافع والعلامة الالف والسبب لانهم مسنى. السؤال الجديد اولاد اختر اللوحتان. تختار ايه بقى جميلتان ولا جميلات ولا جميلتين? اه طبعا اولاد لو احنا لاحيزنا كده في المثال اللي قدامي ان انا عندي الكلمة الاولى والاخيرة بتدل على المسنى. لكن انا احنا بنكلم عن حالة الرافع. وان حالة الرافع لازم الكلمة تنتهي بالف ونون عشان هي علامة الرافع هنا لايه? لا الف بناول اللوحتاني جميلة جميلتان. الاسران قديمان. كلمة قديمان تعرف ايه مبتدأ ولا خبر ولا فعل ولا اسم مجرور? لانها اه تمت معنى الجملة ووقعت في جملة اسمية. وصلنا اولاد لتالت علامة احنا انتهينا من الضمة والالف وصلنا للواو وقلنا الواو مع جمع المذكر السالم اللي بينتهي بواو ونون. وبتكون زائدة ولازم يكون يدل على العاقل. المثال المصريون على الوطن حريصونة. طبعا اول حاجة لحسان ان نون جمع المذكر ما لها? مفتوحة زي ما قلنا عشان ما يزهع عن المسنى. طيب المصريون اسم ابتدت بيه الكلامي بيعرب ايه? اه مبتدأ مرفوع وهنا طبعا زي ما اتفقنا علامة الواو. لانه جمع مذكر سالم. اين الخبر? اه كلمة حريصون. برضو خبر مرفوع وعلامة رفعه. الواو لانه جمع مذكر سالم. المهندسون بارعون او المهندسونة بارعون في اعمالهم. المهندسون اسمي فاولي الكلام نعريبه. اه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. وكزلك كلمة بارعون هي اللي اخبرتني هي خبر مرفوع وعلامة رفعيه الواو لانه جامع مذكر سالم. تعالوا ناخد التدريب مع بعض. كلمة الفلاح والموقعها. اه مبتدأ. والحالة. الرافع. والعلامة. الواو. والسبب? جامع مذكر سالم. كلمة نشطاء. اه طبعا دي موقعها خبر. والعلامة اتضم. خد بالك احنا مش حافزين. احنا دي وقتش نركز. مش مجرد ان انت ماشي بمثال. وورا مسال. جامع مذكر. يبقى اينا اه اه همشي وقتها. لا. هنا كلمة نشطاء. جي اه جامع تكسير. يبقى اينا علامة الرافع الضمة. السبب لانه جامع تكسير. انتم معلمون بارعون. انا عايزك تطلع لي الخبر. فين الخبر? اه فان طبعا الجملة بتبدأ بضمير فهي جملة اسمية. والضمير ده حل محل المبتدأ. فانتم معلمون. هنا المعنى تام يبقى معلمون خبر وهنا مرفوع. كل اللي قال مع المعلمون ممتاز بارعون. لا مش هي دي الخبر. معلمون هي الخبر. اه يبقى معلمون خبر والحالتها مرفوع والعلامة الواو. والسبب لانه جامع مذكر سالم. اكمل بما هو مطلوب. مطلوب انك تضع مبتدأ يكون في حالة جامع المذكر. نضع اي بقى? بيقول لي نقطة يزرعون ارض بلادهم. طبعا اللي بيقوم بعملية الزراعة هو من الفلاح. واخد بالك بيكلم عن جامع مذكر ومرفوع يبقى الفلاحون. الفلاحون اخترت حالة الرافع. عايز دلوقتي نضع مبتدأ يكون جامع تكسير. جميل ايضا بيقول لي نقطة مجتهدون في دراستهم. الدراست دي خاصة بالتلاميذ. يعني هنا الكلمة المناسبة وجامع تكسير التلاميذ. التلاميذ. برافو عليكو ياولاد. طبعا لو عايز اضبطها ممكن نضع على حرف ازاي لضمه. سؤال حبيبنا المتخوقون. المتخوقين بيقول لي هنا اعرف ما تحت هو خط معلموا المدرسة يناجحون. معلموا المدرسة يناجحون. خد بالك ما فهاش خطأ في الكتابة كلمة مرتوبة صحيحة. وصلنا دلوقتي ياولاد للركن التاني او الجملة الفعلية. بارتوا عارفيني الجملة الفعلية تتكون من ركنين اساسيين. هما. ناخد بقى شوية امثلة على الجملة الفعلية زي يكتهده الطالب. يكتهده يعتبر ايه? فعل. والطالب. فعل. كزلك مثال اخر زي ايه? تفتحة الازهار. طبعا هنا تفتحة ده فعل الماض وهي الازهار. اه هي الفعل والتائل الموجودة دي التأنيس. جميل. مثال تاني. يشرح المعلم. يشرح. يشرح. يشرح ده فعل مضارع. والفعل كلمة الايه? المعلم. طبعا ياولاد الفعل دائما ماله. مرفوع. هنستنتج استنتاج صغير كده ايه هو? الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفاعل. وطبعا زي ما احنا شايفين اما فعل المضارع او فعل الماض او فعل امر بس الفعل الامر فاعل ومش موجود احنا بنتكلم عن الفاعل. موضوعنا النهاردة يبقى بنتكلم عن الفعل الماضي والمضارع. وطبعا الفاعل دائما مرفوع. حنتتذكر مع بعض العلامات تاهية هي يقولها انتوا بقى اولاد علامة الرافعة تتبقى ايه? معي يقولنا اتضم ازا كانت الكلمة. مفرد وجمع تكسير وجمع مؤنس. جميل. قلنا الوا وازا كان. جمع مذكر. الالف اذا كان. اذا كان مسان. تعالوا بقى نطبق اولاد الحاجات دي. على امثلة. هنبدأ بامثلة على حالة المفرد. طبعا احنا في الجملة الفعلية. زرعة الفلاحو الحقلة. زرعة. زرعة خلاص. ده فعل ايه? فعل مات. الفلاح والزرعة والامر الفاعل يبقى فيها المرفوع علامة رفعية الدمه طبعا انه مفرد. لانه مفرد. تعال اخد مسال كمان كده على جملة فعلية فيها مفرد. يجتهد الطالب في دروسه. اين الفعل? الفعل طبعا يجتهد. عمل بيجتهد بده فعل ايه? فعل مضارع. واين الفعل? الفعل طبعا الطالب وهنا اه طالب فعل مرفوع علامة رفعية الدمه. اخد بالك فعل المضارع مرفوع بالدمه بس احنا كلامنا. على الاسم. الاسم والفعل. هناخد دلوقتي مسال على جمع الايه? جمع التكسير. جمع التكسير ايضا مرفوع بالدمه وجمع من ونفس ايضا مرافوع بالضمة فهنا عندنا التلات حالات مرافعين بالضمة. يدافع الجنود عن الوطن. يدافع فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة. طب اين الفاعل? كلمة الجنود. وهنا الجنود هنا جامع تكسير. فهي فيها المرفوع على رفعية الضمة. يشرب الاكوياء اللبنة صباحا. اين الفاعل? اه كلمة الاكوياء والفاعل دائما مرفوع. علامة رفعية الضمة والسبب ل Luile I jame preference. فضي the حالة واحدة في الضمة اللي هي الايه? جمع المؤنس السلم. جمع المؤنس اللي بينتهي بألف وتاء زائدة. رسمت الفتيات اللوحة. رسمت خلاص ده فعل موت. والتاء اللي فيها تأنيس. حرف ليس لهم حال من العربي. طيب الفتيات تعرف ايه? فاعل طبعا مرفوع علمت رفعية الضمة لو قال لي سوي لانه جمع مؤنس سلم. تمام. كتب الولد الدارس. عايز اعرف الموقع العربي بتاع كلمة الولد. طبعا كلمة الولد فاعل. والحيلة. والحيلة الرافع. والسبب لانه مفرق. حناخد نفس الفكرة تانية ولاد. كلمة المصابيح موقعها الاعرابي ايه? اه طبعا فاعل. والحيلة الرافع. والعلمة الاعراب الدمى والسبب لانه جمع تكسير. اه تعالج الممرضات المرضى. الممرضات هي اللي بتعالجي. فاعل. والفاعل مرفوع. اه. اه. والعلامة. لانه جمع مؤنس سالم. انتهينا كده من اول اه علامة اللي هي اتضمة. دلوقتي في حالة الرافع بالالف لانه ايه? مسان. فاكر ان المسانة بينتهي بايه? بالف وانون زي ايه? على مفرد. المسال بنى المهندساني البيت. اين الفاعل? اه كلمة المهندسان. والفاعل دائما. الفاعل دائما مرفوع. بس المرضى مرفوع بايه بقى? بالالف لانه مسانة. مرفوع دائما اكد ان الالف والمونية ولا تكون زي ايه ده على المفرد. وليست اه اصلي في الكلمة. صنع العاملان السيارة. من اللي زينا صنعوه? اه العاملان. يبقى هم الفاعل. هنا فاعل. وتبعا فاعل مرفوع دائما وعلامة الرافع هنا الالف لانه مسانة. يلا ولدي تدريب بتاعنا المكتهداء الموقعها. اه اه فاعل وحالة الاعراب هنا الرافع والعلامة الالف والسبب لانه مسانة. برضا ولاد اه المسال اللي بعد كده تنافس في المسابقة اللاعبتان هم اللي تنفسه بهم الفاعل ومرفوع وعلامة الرافع الالف لانه مسان. تدريب. اختر الاعراب الصحيح لما تحته خط. يكتب الشاعراني القصيدة. كلمة الشاعران مبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا اسم مجرور? طبعا نوقع في جملة فاعلية وهو اللي عمل الفاعل فانقول عليه فاعل يبقى الشاعران اعرابها فاعل. تمام. وصلنا للعلامة التالتة والاخيرة في الرافع اللي هي بالواو مع جمع المذكر. السلم. اللي بينتهي بواو ونون مالها. زي ايه ده على مقرد وقلنا دائما الجمع المذكر يقول العقد. يضل على العقد. يتعاون المواطنون في نظافة البيئة. يتعاون فاعل ازا المواطنون. اه فاعل. والفاعل دائما. مرفوع. وهنا طبعا علامة الاعراب الواو لانه جمع المذكر سلم. طب يفعل مثلا اخد كلمة يتعاون اه اقول مرفوع بالواو عشان هي اخرها. لا. لا يتعاون ده فاعل. احنا جمع المذكر لابد ان يكون اسم. يتعاون فاعل مضارة. مسال تاني. شرح المعلمون الدرس وفهمه الطلاب. خد بالك اولاد ان الجملة جيه اه او اللي موجود قدامي جملتين مع بعض. شرح المعلمون الدرس. ادي جملة. جملة. وفهمه الطلاب. طيب كلمة المعلمون موقعها ايه? اه فاعل مرفوع وعلامة رفعيه. الواو. لانه طبعا جمع مذكر سلم. في الجملة الثانية بقى اللي هي فاهمه الطلاب. اه فاهمه الطلاب. فين الفاعل? اه لا الهاي يجي تعود على الدرس. يبقى الطلاب هم اللي فاهمه. يبقى الطلاب فاعل. وفوع. لانه جمع تكسير. السؤال حبيبنا المتفوقين. اه بيقول لي استخرج الفاعل من الجملة واعرمه. امسك الضابط بالمجرم وشكره الناس على ذلك. ايرى الجملة كويس. وعايزين الفاعل واعرابه. وكده وصلنا نهاية حلائتنا على وعد ملقاء اخر في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة